المسيح كان مع التلميذ في العلية في العلية نرى عدة أمور أولا سيادة الله ومن ناحية أخرى مسؤولية الإنسان المسيح تكلم عن عهد جديد وهذا العهد هو عهد إلهي الكلمة في العهد القديم كرات بريت أي قطع عهدا وهذا العهد عادة من طرف واحد في العهد الجديد كلمة دياثيكي نفس المعنى إما بترفض أو بتدخل العهد فسيادة الله أنه تمم هذا العهد ولكن مسؤولية الإنسان أنه يدخل في هذا العهد إما يقبل أو يرفض بيقبل وبيدخل هذا العهد للحياء الأبدي وضمانها وكل بركات العهد كل بركات الله من ناحية أخرى في العلية نرى أمانة الله وفشل الإنسان واحد من تلميذ المسيح يهوذة الإسخريوطي يعني كان مع المسيح أكتر من ثلاث سنوات وشاف في المعجزات وسمع التعليم ورأى حياة المسيح الكاملة بدون خطية بل الأصعب كيف الإنسان أن يخون المسيح بعد أن يرى وجه يسوع المسيح أمانة الله لا تتغير ولكن فشل الإنسان بغض النظر إنسان هو الإنسان في العلية نرى شيء آخر نرى المحبة الغير محدودة المحبة الغير مشروطة طبعاً وسوء من ناحية أخرى سوء فهم التلاميذ إلى هذه اللحظة حتى في الساعات الأخيرة التلاميذ غير مدركين الشيء اللي عم بيقوم فيه الرب يسوع المسيح كانوا بعدهم بتخاصموا بعدهم بيتجادلوا وفي هذا الوقت طبعاً يعني في العشاء الأخير كمان بيسموه خميس غسل الأرجل المسيح علمهم عن مثل التواضع يعني التواضع غسل أرجل التلاميذ ومع كل هذا بعدهم بفكروا بالمراكز شيء آخر مهم جداً في العلية نرى التوقيت الإلهي العجيب ومن ناحية أخرى تشويش وعدم فهم التلاميذ غير فهمين بكل اللي عم بيعملوا يسوع سواء من الحديث معهم سواء من غسر الأرجل وهكذا فما زالوا مشوشين شيء آخر في العلية حقيقةً بتشوف قلب المسيح بتشوف مزيج من الفرح والحزن الفرح طبعاً أنه سيكمل الفداء من أجل كل البشرية الحزن في قلب يسوع لأنه رح يفارق التلاميذ كإنسان فإذن هذا الشعور شعور ممزوج يعني بين الفرح وبين الحزن في العلية ثم أحبائي في العلية معرفة المسيح الكاملة ما يحدث وما سيحدث في العلية المسيح مش بس اتكلم عن خيانة يهوذة بالتفصيل واللي رح يغمس معي دخل الشيطان يهوذة وراح يبيع يسوع وسلم يسوع ولكن أيضاً في العلية تنبأ عن إنكار بطرس الرسول فكان عنده المعرفة الكاملة إنكار بطرس خيانة يهوذة وهروب التلاميذ في هذا العشاء أحبائي شيء مهم جداً استخدم الفرصة يسوع حتى يأسس ما تسمى الفريضة المسيحية فريضة العشاء الرباني في العهد الجديد لكن الجديد بالذكر أنه فيه فرق بين فصح اليهود وبين فريضة العشاء الرباني فصح اليهود كان مرة واحدة بعيده مرة واحدة في السنة واللي بعيده هو فقط الشعب اليهودي أما فريضة العشاء الرباني كلما اجتمعنا وكلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء كل مرة منجتمع فيها للعبادة عبادة الرب يسوع المسيح في الكنيسة نحن نتذكر موت وقيامة يسوع المسيح ليس مرة في السنة ممكن يكون كل يوم أو كل أسبوع شيء آخر الفصح كان مرة واحدة في السنة أما بالنسبة لنا يتكرر هذا الأمر مرارا شيء آخر أنه الفصح أحبائي كان لليهود بتذكروا الخروج من مصر من أرض العبودية تحريرهم من مصر أما هذه الليلة بتذكرنا الحرية من الخطيئة مش شعب واحد كل الأمم كل الشعوب كل الألسنة كل من يطلب يسوع يتحرر من عبودية الخطيئة في العشاء الرباني أحبائي إحنا منتذكر كل هذه الأمور موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة